اكتشفت إيه؟ عرفت إيه؟ إيه الجديد اللي عرفته عن الفنان محمد أنديل؟ خاصة أنه كان مقل بقى كمان زي ما كنا بنقول فأكيد مش كل معلوماته معروفة أو مش كل تفاصيل حياته معروفة صحيح أول حاجة أنا عرفت أنه هو كان منطربي في أسرة فنية جدا في بداياته أنه جدته لوالدته دي كانت مطربة مشهورة في الفترة ما بين نهاية القرن 19 وبدأت القرن 20 والده كمان كان بيلعب أنون كان عازف أنون في فرقة فتحية أحمد اللي أنا كتبت عنها عنها بردو فده كان المشترك ما بينهم الحاجة الثانية أن والدته كانت بتحب محمد عبدالوهاب جدا وكانت دايما بتشجعه هو طفل أنه هو يمثل أدوار اللي عملها الأستاذ عبدالوهاب في بداياته مقابل مكافأة معينة يعني وبعدين كمان يعني زوج عميته محمد عمر ده كان عازف أنون مشهور وقتها وكان عنده زي صالون موسيقى في بيته طول الوقت وكان بيجمع فيه المطربين الكبار أنه هما يغنوا أو يعني يتشوروا في الأمور الموسيقية وكان أنديل أنه هو طفل موجود في وسط الصالون ده طول الوقت ووسط المطربين الكبار والملاحنين الكبار ده فتح له طريق أكتر أنه كان فيه شخص مشهور وقتها اسمه إبراهيم شفيق عنده معهد اسمه معهد الاتحاد الموسيقي إبراهيم شفيق عن طريق محمد عمر اللي هو زوج عميته نصحوا أنه هو يقول لولده أنه يلحقه بالمعهد لأنه لمح فيه موهبة من هو طفل ودخل أنديل المعهد وأخذ دبلون في العصبة على العود وكان شاطر ومميز جدا وفي مرة من المرات وأم كسونج تزور المعهد عشان تختار كورس لفيلم عايدة فيلمها سنة 42 لمح تسوط طفل مميز أو يعني شاب مراهق مميز في وسط الموجودين كان هو محمد أنديل وقتها وقررت تلحقه بالكورس اللي موجود في أغنية القطنة في الفيلم تحديدا وكان ليها قطراح لطيف قالت له هو دخل المعهد باسمه الحقيقي اللي هو أنديل محمد حسن فقالت له يفضل أنك يعني تغير اسمك أو تبدل اسمك لأنه محمد أنديل اسم فني أكتر من أنديل محمد فهي كانت صاحبة الفكرة في أنه يغير اسمه من أنديل محمد حسن لمحمد أنديل بالضبط وبعدين لكن هو أنا كمان قريت أنه أنديل كان ليه تصور تاني الفكر التغيير اسمه أنه مش بس مكسوم اللي عرضت عليه اللي أكد عليه الفكرة كمان مكتشفه الملحن علي فراج لأنه علي فراج كان مدرس في معهد الاتحاد الموسيقي ورئيس المعهد طلب من علي فراج أنه يلحق الولد ده تحديداً بالإزاعة المصرية وقتها ودخل هو سنه صغير وسجل أول مرة في الإزاعة سنة 46 وده كان بدري جداً لأنه تقريباً كان متواكب مع فترة دراسته في المعهد في التوقيت ده وسجله أغنية مع زملته وقتها مطربة ومشهورة في التوقيت ده اسمها شفي أحمد وسجله أول ديالوج مع بعض سنة 46 أغنية اسمها الفل في التوقيت ده وبدأت بقى يعني مسيرة محمد أنديل مع الإزاعة تغد شكل مختلف محمد أنديل كمطرب من وجهة نظرك كباحث وكاتب في الأدب الموسيقى وفي الموسيقى بشكل عام يتصنف مطرب شعبي؟ لا خلص ما يتصنفش مطرب شعبي؟ لا أتنقل زي مثلاً أغنية بين شطن ومية هل الأغاني دي ممكن تكون شبه الأغاني الشعبية بتاعت زمان الجميلة الحلوة اللي كنا كلنا بنسمعها؟ هي فيها طبعاً روح الشعبية يعني حتى الألحال اللي عملها لهم مرحلين عاطفيين بالأساس زي كمال الطويل مثلاً زي ما أحدك قلت من شطن ومية أو الغرية مثلاً قبلها راحين الغرية قبلها لكن أنديل نفسه ما كانش بيحب التسمية دي ما كانش بيحب خالص بس اتعرض لها هل في حد في وقت من الأوقات يعني يصنفه على إنه مطرب شعبي؟ اه اتصنف في فترة معينة وتسأل السؤال ده بشكل مباشر في بداية السبعينيات تحديداً قالوا له أننا الجمهور بيحبك في اللون الشعبي أكتر من اللون العاطفي فكان هو بيحتاج جداً على القصة دي وكان بيقول أنه كل المطربين الكبار حتى لما بيغنوا شعبي ما نقدرش نقول عنه أنه هما مطربين شعبيين لأننا كمان نفسي ليه أغاني عاطفيقة مهمة جداً ومؤسطرة جداً تلت سلامات مثلاً مثلاً تلت سلامات دي بقى ليها حكاية بلظر احكينا بقى حكاية تلت سلامات لأن تلت سلامات طبعاً تعتبر برضو من العلامات المميزة جداً في المشوار وأعتقد أنه مطربين كتير جداً جداً بيغنوها بعد كده ولحد النهاردة يعني أغنية كبيرة يعني أغنية مهمة في الأدب الموسيقي أو في تاريخنا الموسيقي بشكل عام تلت سلامات قصتها بعد أن يل بدأت بالصدفة هو كان يعرف الملحن الكبير محمود الشريف من بدري من سنة خمسين تقريباً في الإزاعة وما كانوش تعاونه كتير في الفترة دي ففي يوم هو في بيته اتصل بعزف الكمانجا المشهور أحمد الحفناج ده كان فرقة مكلسوم وكان في الإزاعة وقتها وقال له أن الأستاذ محمود الشريف عنده لحن لطيف جداً وحلو سجله مع صوت ما في الإزاعة لكن يبدو أنه هو مش مقتنع أوي بالتسجيل فأنا أفضل أنك تسمع مذهب الأغنية ولو أنت اقتنعتي به ممكن أنا أتكلم محمود الشريف أنك أنت اللي تسجل الأغنية دي اتكلم مع محمود الشريف فعلاً وقال له أنا سمعت أن أنت عندك لحن لطيف وأنا حابب أغنيه هكذا سمعني المذهب فسمع المذهب منه فأعجب بالأغنية جداً فقال له تمام خلاص أنا هوافق أن أنا سجل الأغنية وسجل الأغنية معاه في التوقيت ده وطلعت الأغنية فعلاً وكانت من أشهر أغاني محمد أنديل وقتها في التوقيت ده وبقت صداقة قوية جداً ما بين محمد أنديل وما بين محمود الشريف وبرضه فترة بحث دي كان فيه للأسف المشكلة اللي احنا بنواجهها طول الوقت القصص اللي بترتبط بالأغاني وهي ما حصلتش يعني كان فيه قصة ما أنه هو كان على خصام مع زوجته وقتها محمد أنديل فطلب أنه يبقى فيه أغنية بمثابة مصلحة يعني ما بينهم فكانت النتيجة في النهاية أنه خرجت أغنية ثلاث سنوات في القصة دي ما حصلتش خالص إطلاقاً مش واره في التمثيل مش واره في التمثيل هو برضه كان ليه بعض التجارب ومنها اللي نجح بشكل كبير جداً وفيه منها طبعاً اللي كان بيغني فيها ويعني عنده مشاهد لطيفة جداً وعنده غاني تقدمت في أفلام حلوة قوي كلامني شوية عن تجربته التمثيلية وتجربته في الفن بعيداً عن الغنى حب التمثيل محبش التمثيل كان بالنسباله التمثيل أداة لعرض أغانيه كان بالنسباله إيه؟ زي ما حضرتك قلتي بالظبط هو بالنسباله للسلمة كانت وسيلة أنه يعرض أغانيه أو صوته من خلالها لأنه مش ممثل ما كانش شايف أنه ممثل ما كانش شايف نفسه ممثل بالظبط حتى المنتجين في البدايات من بدايات من سنة فيلم 50 من فيلم بابا عريس مثلاً مع نعيمة عاكف ده كانت من بداياته في السلمة كان ليه أغنية اسمها بين الحديد والنار وديه لحنهاله المطرب المعروف عبد العزيز المحمود مثلاً في التوقيت ده وبدأ المنتجين للأسف يحصروا في فكرة الدبلاج أنه هو يسج الأغنية معينة ويطلع ممثل يعني يحرج بس الأغنية الأغنية كده والأغنية الدورة على أساس أنه هو الممثل هو اللي بيغني الأغنية على صوت محمد أنديل اتكرر معه ده كتير جداً بشكل كتير جداً في البدايات لحد فترة المخرج عاطف سالم عاطف سالم كان بيحبه بشكل شخصي وطلعه معه في فيلمين اتنين والفيلمين كانوا الأغنيتين لمحمد الموجي أغنية مثلاً زي حلو صبح في فيلم شاهدة الأسف يحلو طل وفي صراع فيلمين أغنية يمهون مثلاً